ازاي الدكتور هيقدر يبدلي الاحتياج بتاعي من مصدر ممكن يتخني لمصدر تاني ممكن يخليني اخد احتياجي كله بس من غير ما ازيد في الوزن فهي دي فكرة ان احنا نبقى فاهمين تقسيمة الاكل نفسه الاكل نفسه يبقى له تقسيمة يعني عندنا ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفة ان البقوليات والالبان بتحتوي على نشويات كبيرة جدا عالية تعادل قوي الكربوهدريت وبتحتوي كمان على البروتين طيب هو مين احسن حاجة بتخليك تخسي اكتر اكتر حاجة بتخلينا نخس هي البروتين طيب هو البروتين ده يعني لحمة بس وفراخ وسمك لا هو الحقيقة ان البروتين ده موجود في اللحوم ما بين لحمة وفراخ وسمك وكمان البان وكمان بقوليات الالبان فيها بروتين اكتر من اللحوم فدي معلومة مهمة جدا فيه ناس تقول طب انا عشان اخس اكل لحمة اكتر اقول لها لا لا انا هتديك احتياجك من البروتين العالي جزء كبير الاحتياج الرسمي بتاعك او الضروري من اللحوم او الاسماك او الفراخ ومعها بعوض الجزء اللي فاضل من الالبان والبقوليات الالبان بكل مصادرها يعني الالبان الزبادي الجبنة البيضة بلاش قصة الجبن السفرة ففيه ناس ممكن تقول طب احنا ممكن ناكل الجبن السفرة ودي حضرتك قلتي انها هي مصدر غني للبروتين وللنشويات برضو لكن اللي انا عايز اقوله لا برضو المصدر الصحي والمهم عايزين دايما نبقى عارفين ان اللحنا لما ناخد احتياجنا من النشويات والبروتين والدوون لازم ناخدها من مصادر صحية يعني ايه كلمة مصادر صحية يعني ان انا ما اخدش الجبن المطبوخة يعني الجبن السفرة كلها الجبنة التشدر الجبنة الفلمانك الجبنة الجودة كل ما هو لونه اصفر دي اسمها جبن مطبوخة لا ما اخدهاش من المصدر ده هاخدها من الجبن البيضة هاخدها من الزبادي هاخدها من اللبنة هاخدها من اللبن فاللبن ومنتجاته اللي هي الطبيعية وليس المصنعة فدي برضو من الغلطات الكتير جدا من قبلها لان فيه ناس كتير بتعتمد في يومها العادي على الساندويتش بالجبنة الرومي او الساندويتش بالجبنة التشدر ومتخيلة انها كده هي ما كلتش او هي ده حاجة بسيطة اوي فيه تقسيمة بتصنف الجبن السفرة دي على انها بالضبط سعوراتها وقيمتها من الدهون زي اللحمة الضاني فانت لما بتحطي في الاكل جبنة رومي او جبنة تشدر اكنك كلتي لحمة ضاني فتخيلوا قد ايه كمية الدهون اللي فيها ده غير انها مصنعة يعني مصنعة دي قصة لوحدها وكمان دهونها قد ايه عالية لدرجة انها بتعادل اللحمة الضاني فعشان كده المعلومات اللي هي التغذية او تقسيمة الاكل او السعورات بتاعت الاكل جاية منين دي اللي تقدر تخلي الدكتور انه هو يديكي رجيم صحي وتخسي في وقت قليل فعشان كده بنقول يا جماعة خلينا دايما في المعلومات الصحة طب ازاي احنا ممكن ندي الرجيم اللي خلينا نخس في وقت قليل انا بقول الرجيم اللي خليك تخس في وقت بسيط ممكن نبتدي الاول ان احنا يعني ندي رجيم مفروض ما نبتديش به لكن لو حد عنده مناسبة بدل ما تتبع الرجيمات الغلط يعني الاقل ضررا لأ خلينا في الرجيم اللي هو يحقق لك الوزن اللي انت نفسك تخسيه في وقت قصير ولكن بطريقة صحية بحيث يحتوي على كل العناصر اللي انت محتاجة يعني ان انا هاخد مثلا البروتين بتاعي كفطار ممكن نقول احنا اخده من البقولات كفول البيض الجبن البيضة معاه طبق صلطة ويبقى معاه العيش طب نيجي لقصة العيش احنا قلنا ان العيش والبطاطس والرز والمكارونا دي نشويات صريحة ولكن من الحاجات اللي هي بتؤدي فعلا الى السمنة بشكل كبير قوي طيب احنا عنا عدد